إن المشاهد لحال الناس هذه الأيام وهم يعيشون الهموم والأحزان قلق، توتر، اكتئاب، فصام، ذهان، أمراض لربما يكون البعض منها عضوي لكن بعضها من شأه خواء الروح وجفاف اللسان لسان أحدنا أحياناً يكون رطباً بذكر الدنيا لكنه ليس رطباً بذكر الله وصدق الحبيب المصطفى عندما دعا أحد الصحابة دعاه وصية منه صلى الله عليه وسلم قال له لا يزال لسانك رطباً بذكر الله أيها الأخيار إن كثرة الذكر سبق إلى الجنة وإلى الحياة الهنية الرضية ولا إلى العيشة المطمئنة سبق المفردون المفردون الذاكرون الله كثيراً والذاكرات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم أيها الأخيار إن من أخطر ما يمر على قلب الإنسان أن ينسى ربه وأن ينسى ذكر ربه فإن نسيان العبد لله باب من أعظم أبواب نسيان الله له نسوا الله فأنساهم أنفسهم لا يستغني الإنسان عن ربه طرفة عين ولا أقل من ذلك فكيف يمر عبر ساعات من اليوم طويلة يذكر العبد كل شيء إلا الله يوم أن ينسى العبد ربه فينسيه رب العالمين كل باب من البر والخير له إن ذكر الله رب العالمين والذي بيده خزائن كل شيء علاج لهذه الآلام وهذه الآهات وذاك الضيق وتلك الدمعات وذاك الهم والحزن والله إن في ذكر الله لغناً عن ذكر ما سواه لأن بيده مقاليد كل شيء يا أخي وأنت أيتها المؤمنة لا تترك ساعة إلا وبها ذكر وطاعة إن ذكر الله غنى لمن لا مال له وعز لمن لا عز له من كان مع الله كان الله معه ومن ذكره في نفسه ذكره الله في نفسه ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه فيا من يشتكي الهم ويا من يشتكي الغم ويا من يشتكي الحزن ويا من يتنفس بصعوبة يا مؤمن يتنفس بك سبب الهم بصعوبة يا مؤمن إليك دوحة الذكر وإليك أيها الحبيب بوابة من بوابات الإيمان والإشراق إشراق في الروح وفي القلب لا يزال لسانك رطبا بذكر الله إذا قال لك إنسان أشعر بضيق الدنيا استوحشت الدنيا ضاقت علي مناكبها أين أنت عن الصلاة؟ أين أنت عن المعين؟ لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم هل يبقى من درنه شيء؟ لو أن ببابك نهر وتخرج للاغتسال والوضوء خمس مرات هل يبقى من أدران بدنك شيء؟ الذي يغتسل خمس مرات أعتقد أن أطيب الطيب هو الماء سيكون أجمل الناس مظهرا وأنظفهم مظهرا كيف هي الصلاة؟ إن من حافظ عليها حافظ عليها والرجال يحافظون حيث ينادى بها وإذا وقف العبد ووضع يديه أمام الله وضع يديه مستسلما هكذا ثم وضعها على صدره هكذا مستسلما بين يدي الله فإن الروح تعرج كما أن الحبيب يوم أن فرضت عليه الصلاة عرج به إلى السماء عرج به إلى السماء كذلك أنت إذا أردت أن تصلي وتشرق روحك ويطمئن قلبك أعرج إذا قلت الله أكبر أعرج بروحك إلى السماء حتى تسمو عن هذه الدنيا التي هي دار الأكدار والأحزان ما حلت إلا أوحلت وما جمعت إلا فرقت هذه الدار إذا أردت الأنس فيها فكن بين يدي الله حيث ينادى بالصلاة وإذا قال المؤذن الله أكبر فاعلم أنه يعلن لك أن الله هو الكبير فلا تنشغل بغيره فما سواه حقير فهو الكبير قف بين يديه فإذا قلت الله أكبر إن كشف الحجاب بينك وبين ربك ما أجمل هذا اللقاء أيها الأخيار إن أحد أسباب رحيل الطمأنينة من القلوب واستبدال الإشراقة بالظلمة أن البعض لربما يقرأ كل شيء إلا كتاب رب العالمين إلا هذا النور والبرهان نعم إن في زمننا هذا ابتلي بعض من الناس بأنه يقرأ متثقفا ظنا منه أن الثقافة ليست في كتاب الله يقرأ الصحف يقرأ في الإنترنت يقرأ في الروايات يقرأ في كل شيء إلا كتاب رب العالمين ومن هنا تزداد يزداد قلبه ظلمة وتزداد حياته قسوة ويضيق تضيق عليه أحيانا في أوقات متباعدة أو متقاربة تضيق عليه الأرض البعض لربما ما قرأ القرآن بعد رمضان الماضي إلا شزرا وما ختم القرآن بعد رمضان الماضي إلا نادرا أمرك عجيب مع أننا الجميع يقرأ الجميع متخرج كثير من الجامعات الثانويات المتوسطات البعض يحمل أعلى الشهادات لكن البعض علمه جهل لا يضر وعلم لا ينفع يفقه الدنيا يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا أما قرآنه أما الآخرة غافل عنها فلنعود إلى كلام الرحمن لتشرق قلوبنا ولنقل دائما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ترجمة نانسي قنقر